مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرة تحوال التقصي تطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن نبدأ هذه الورقة الجوزة لنهار اليوم بالصورة لاخترناها لكم نحو بكم الإحدى عجائب الدنيا السابع بالضبط من أهرامات مصر بالنسبة الوضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدين الكرام يبقى استقرار جوز في الموعد نقولوا عليه استقرار جوز مؤقت لأن الأيام تعالى شهر فيفرين إن شاء الله ستعود ترجع فيها الأمطار بإذن الله إذن سحب كثيفة زخات أمطار إن شاء الله ستكون في الموعد على وهر المستغانم على الشلف على السعيدة غريزان كذلك الصفاء على جل الولايات الساحلية الداخلية ولايات الهضابة العليا زواب عرمليا من الشيطان قلوا مستعملية طرقات بعض الظاهرة إذن الحيطة والحذر على إليزي سرعة رياح تروح من 40 تفوق سرعتها 60 كم في الساعة الحيطة والحذر لأنه زواب عرمليا هذه رح تؤثر على الرؤية الأفقية درجات الحرارة إن شاء الله وبإذن الله لنهار اليوم يبقى هذا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفيتا على الولايات الساحلية الداخلية لأنه بعض الظاهرة تلحق درجات حرارة حتى 27 درجة مئة وزاة على جزائر بومردس تيبازاز زيرالدان نسجل مقياس كذلك 26 درجة حتى 27 درجة مئة وزاة على على أدران سجل مقياس 25 درجة مئة وزاة بوسط الصحرات 22 درجة مئة وزاة على إليزي نفس المقياس حتى الخط الرابط مع جانت إذن مشاهدين الكرام للملاحة والصيد البحري البحر إن شاء الله بعض الظاهرة يحيرجع قليل اضطراب إلى هذا جميل على سواحل العوانة حتى سواحل تنس دلس يبقى مضطرب على السواحل الشرقية مع اتجاهات الرزاح مختلفة إذن اتجاهات الرزاح على سواحل الشرقية إن شاء تكون غربزية تماما أو ترجع بإذن الله الجنوب الشرقية على سواحل العوانة حتى تنس دلس إلى شمالية جنوبية تماما على سواحل الغربزية سواحل المرصب المهدي مشاهدين الكرام هنا لحقنا الختام موعد نشطكم جيدا هاليوم نختمها موعدكم الفلك لغروب الشمس لمزيد من المعلومات معكم مغير تدخلوا وتزوروا مواقع قناتكم قناة الوطنية تيفي